السيدة مايا تزايد وطيرة أعمال القتل الجماعي عام 2023 وأنت صحفية تطالعين تقريبا يوميا عمليات إطلاق النار عشوائي كيف تفسرين ذلك وهل الأزمة الاقتصادية أو الانقسام السياسي في واشنطن تأثير على انتشار معدلات الجريمة برأيك أما هي مسألة زيادة عدد الأسلحة في يد المواطنين الأمريكي يوجد هنا عوامل كثيرة تؤثر على حياة المواطنين كان منها وباء كورونا وعنف الأسلحة وانتشارها بشكل مخيف الملايين من الأمريكيين يملكون أسلحة وخاصة في وقت وباء كورونا بهدف الحماية الشخصية لكن لدينا أيضا وباء اجتماعيا هو عدم المساواة بين أفراد المجتمع وهو ما يولد العنف والجريمة فيمكننا القول إن كل تلك العوامل ساهمت في انتشار العنف المسلح وهناك السياسيون المنقسمون وهذا ما نراه في العنف المجتمعي يحاول الجمهوريون تأمين المدارس ووضع حراسة وشرطة عليها أما الجانب الديمقراطي يحاول أن يكون هناك فحص لخلفية من يشار السلاح ومنع الأسلحة الآلية هذا الانقساب الذي نراه أيضا في المجتمع فالغالبية من الأمريكيين لا تحبذ هذه الحلول التي ذكرناها الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر